كيف تطور مفهوم القراءة؟ هل القراءة مفهوم واحد أم أن لها مفاهيم متعددة؟ وما الأسباب التي دعت إلى تعدد المفاهيم التي أعطاها العلماء لعملية القراءة؟ إن تنوع مفاهيم القراءة لا يعود إلى قصور في إدراك معناها بقدر ما يرجع إلى تعقد هذا المفهوم وتعدد الجوانب المختلفة له وتباين العلوم التي تهتم بدراسة عملية القراءة كل هذا أدى إلى تعدد المدارس التي فصرت القراءة وأدى أيضا إلى التقدم الهائل في بحوث القراءة وتفسير عملياتها المختلفة لو سألتك يا أخي الكريم ما رأيك أنت في عملية القراءة؟ أنت عندما تقرأ ما العمليات العقلية التي تقوم بها في أثناء عملية القراءة؟ إذن نريد أن نعرف الآن العمليات العقلية المتضمنة في القراءة أولا عملية الرؤية ثانيا عملية النطق ثالثا عملية الإدراك رابعا عملية الإنفعال كما ترى معي هناك أربع عمليات عقلية تتضمنها القراءة هذه العمليات الأربعة تشير إلى التطور الذي حدث في تعريف مفهوم القراءة هل يمكنك أن تتوقع كيف تطور هذا المفهوم؟ نعم المرحلة الأولى لتعريف القراءة كانت ترى أن القراءة مجرد عملية تعرف إلى الحروف والكلمات والنطق به ثم أتت المرحلة الثانية وفيها اعتبرت القراءة عملية معقدة وليست عملية آلية بحتة تقتصر على مجرد التعرف والنطق بل هي عملية تستلزم الفهم وبالتالي أضيف إلى مفهوم القراءة عنصر آخر وهو الفهم ونتج عن هذا زيادة الاهتمام بالقراءة الصامتة بعد فترة اتسع مفهوم القراءة هل يمكن أن تتصور كيف اتسع هذا المفهوم؟ وما الإضافة الجديدة التي دخلت إلى عملية القراءة؟ نعم اتسع هذا المفهوم وأضيف عنصر ثالث إلى عملية التعرف وعملية الفهم وهو عملية النقد فالقارئ الجيد عندما يقرأ لا يكتفي بأن يتعرف إلى الحروف والكلمات والجمل وينطقها ولا يكتفي بأن يفهم النص فقط نعم كما تقول أنت الآن بل لابد له من أن يقرأ قراءة ناقدة أيضا لا بد له أن يقوم بعملية استخلاص للأفكار الضمنية واتجاه الكاتب بعد فترة اتسع مفهوم القراءة ليشمل بعد رابع مهم هذا البعد يتمثل في دور القراءة في حياة القارئ لماذا نقرأ؟ الذين اهتموا بتعريف القراءة قالوا أن عملية القراءة الوظيفة الأساسية لها تتمثل في مساعدة القارئ على حل المشكلة التي تواجهه عندما تواجهك مشكلة في مجال تخصصك أو في حياتك العامة أو في أي مجال من المجالات الأخرى تبحث عن حل لهذه المشكلة تأتي القراءة بساطا سحريا ينقلك إلى مصادر المعرفة التي تقدم لك حلولا لهذه المشكلة إلى مفهوم القراءة البعد الخامس ارتبط ظهوره وارتبطت إضافته إلى مفهوم القراءة بمشكلة زيادة وقت الفراغ فقد تطور مفهوم القراءة ليشمل إلى جانب التعرف والنطق والفهم والنقد وحل المشكلة الاستمتاع بالمقروق فأنت يمكنك في وقت فراغك أن تتخير كتابا لتقرأ فيه قد يكون كتابا في الأدب قد يكون كتابا في الشعر ماذا تحب أن تقرأ أنت عندما تختار بإرادتك الحرة كتابا لتقرأ فيه فأنت في حقيقة الأمر تمارس البعد الأخير في عملية القراءة وهو أنك تقرأ طلبا للسرور أو المتعة وإشباعا لهواياتك وهكذا اكتمل تطور مفهوم القراءة وأصبحت القراءة عملية تشمل التعرف النطق الفهم النقد حل المشكلات الاستمتاع بالمقروق